اكتر دولتين بيطلبوا بمقاطعة بيكلموا المسلمين يا ايها المسلمون قاطعوا البطاعة الفرنسية انا على فكرة لا بطاعة الفرنسية بدافع ولا بهاجم احنا عندنا وعي بقضيانا وعندنا وعي ايمان بدن الحقيقي لا نزايد ولا نتاجر انا بفضح المتاجرين بالقضية لتحقيق اهداف سياسية واعني هنا تركيا التي حاول اردوغان من خلال هذه الازمة ان يهرب من الواقع المريف الداخل الى قضية اخرى في الخارج يدخذ بها مشاعر الجماهير وقاطر ايضا عايزة فاجئكم بحاجة انه تركيا وفرنسا حجم التجارة بين تركيا وبين فرنسا حوالي 15 مليار دولار 15 مليار دولار منهم 86 وردات تركيا بتستورد بضايع من فرنسا بحوالي 7 مليار وبتصدر لها بحوالي 8 مليار 15 مليار دولار بين تركيا وبين فرنسا معظمها طيارات وفي 175 طيارة ايرباس فرنسية داخل تركيا والقصر كله تم تأثيته وكل مستلزمات امينة اردوغان وعيلة اردوغان من باريس اكله من باريس بيطالب الشعب خاطع الشعب ما يديبش حاجة من باريس الشعب ليس له علاقة من باريس على الاطلاق الشعب مش لايه يأكل بيدور على رغيف عيش ده الكلام اللي موجود بالارقام